من جديد اهلا بكم مع عدى الى البلاد اليوم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد المرافق له عقب اختتام مشاركته في مؤتمر شبكة البرلمانية العالمية مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاركة الوفد الكويتية التي سأمرت عدة ايام تخلى لها بحث العديد من المواضيع مع المسؤولين الدوليين كان في مقدمتها التربية والاسكان ومكافحة الفساد لم تقتصر زيارة الوفد البرلماني الكويتي برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الى واشنطن على المشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد وانما تم خلال الزيارة بحث مواضيع مهمة اخرى فالزيارة تخلى لها لقاءات مع عدد من مسؤولي البنك وتم التطرع خلالها للتقارير الخاصة بالمنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد وخلال اللقاءات شدد الرئيس الغانم على ان الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا في المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة التحرك البرلماني الكويتي قوبل بترحيب النيابي لا سيمو ان بعض التقارير متعلقة بالفساد يتم الاعتماد فيها على عدد قليل من المصادر غير الدقيقة انا عندي معلومات اكيدة ان هذه التقارير تعد عن طريق عينات لا يعني ما تزيد عن اصابع اليدين يعني عشر اصابع يعني ما يزيدون الشون انت تحكم على بلد انه والله مرتبتنا احنا في مكافحة الفساد ما يتشم ب62 ما عرف ايش على عينا ما يزوج عددهم عشرة الرئيس الغانم اشار الى انه تم التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الامة الكويتي والبنك الدولي وصندوق النقد لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية مشيرا في الوقت نفسه الى الحاجة لتشريعات اضافية في اسرع وقت ممكن حتى تسهم في اصلاح الاقتلالات الاقتصادية تحركات الوفد البرلماني الكويتي الذي ضم ايضا الدكتور يوسف الزلزل والدكتور خليل عبدالله شمل لقاءات اخرى تطرغت الى جوانب التعليم والاسكان حيث تمت دعوة لجنة التعليم بالبنك الدولي لزيارة الكويت لبحث سبل التعاون التعليمي كما سيزور ممثلون عن الجهاز المعني بالاسكان في البنك الدولي الكويت قريبا بناء على طلب الوفد الكويتي للمساعدة في ايجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية في الكويت تحركات الوفد البرلماني الكويتي في واشنطن قوبلت باشادة من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا ان هذه الزيارة تصحيح لصورة المغايرة حاول البعض رسمها للكويت في الخارج هذا الدور العالمي مهم جدا كما هو امن الكويت الداخلي مهم ايضا سمعتنا العالمية لا يمكن نسمح فيها ان نفرط فيها ونتركها ليلعبون فيها مثلا ما يطلق عليهم البعض مثلا المعارضة وان كان يعني الان مثل ما يقولون الوضع ممثل القبل بالنسبة لهم اشتركوا في القناة